بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون وقلنا إن ذكر الله يجب أن يتمثل للمؤمن في كل نفس من أنفاس حياته لأن الإنسان لا حياة له إلا بقيومية الحق على هذه الحياة ولا زاتية له إلا مستمدة من الله فإن أراد أن تظل له حياة موفقة فليدم ذكر من وهب له هذه الحياة ونحن في عالمنا المادي نستطيع أن ندرك ذلك بوضوح في الآلة التي لا قوة لها ولا طاقة من ذاتيتها ولكن طاقتها تستمد من سواها فمثلا حين نركب السيارة قبل أن تتحرك السيارة لا بد من قوة خارجة عن تكوين السيارة لتقوم بها السيارة ذلك هو ما نسميه بالبطارية فإذا أردنا أن نشحن هذه البطارية بنذهب إلى المصدر الأساسي الذي تتكون الطاقة في البطارية للمولد فإذا ما ذهبنا للمولد الذي يولد الطاقة نقوم نجد فيه مدة لا دخل للإنسان فيها هي التي توجد في المولد ليولد هذه الطاقة فإذا ما ذهبنا وجدناها مغناتصية مغناتصية دي من الذي وضعها؟ سبحانه وتعالى إذن فكل حركة في الوجود مادية مستندة إلى حركة أو دعها الله في كونه وسلسلها فستنتهي إلى هذا إذن فقيومية الحياة مادية أو معنوية إنما سندها من الحق سبحانه وتعالى فمن أراد أن تستروا هذه فليظل دائما على ذكر لله فكلما أقبل على شيء قال إن فعل لي أيها الشيء باسم الله لأنه هو الذي سخرك لي ولم أسخرك لا بطاقة ولا بقدرتي حين يستقبل نعمة يجب أن يقول فيها الحمد لله حين تأتيه مصيبة فيما يحب فليقول إن لله إذن فيجب على المؤمن أن يكون دائما على ذكر ليتصل بالمدد الأعلى للقيومية لتستمر له حركة المباركة في الحياة إن كان غير ذلك ولا يذكر الله ويذكر الأسباب فسيأخذ من الأسباب ولكنه لا يأخذ بركة الأسباب وإذا ما أخذ من الأسباب بغير بركة امتهت الأسباب بذاتها ولكن إذا أخذت الأسباب بمسببها ظلت لك إلى أن تقيها في يوم القيامة ومعك رصيد من بركة الله عليه لتستمر في الوجود الدائم بلا حركة منك إذكروني أذكركم واشكروني ولا تغفرون وكلنا سابقا نقول الحق سبحانه وتعالى إذكروني أذكركم علق ذكره سبحانه بذكرك أنت إذن فالمفتاح كما قلنا في يد من؟ في يد المؤمن حين تؤمن بالله يسلمك المفتاح إلى القرب منه فإن أردت أن تقرب منه فالمفتاح معك وإن أردت أن تصد عنه فأغلق على نفسك أنت باب الرحمة فلا يمل الله حتى تمله واشكروا لي ولا تكفرون أي في نعمي فتستغوني تأخذون نعمي ثم تستغون المنعم تعيشون مع النعمة ولا تذكرون المنعم بعد ذلك جاء الحق فقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابر قلنا إن كل نداء يصدر بيا أيها الذين آمنوا معناه أن الله يخاطب من آمن به ليتلقى عنه التكليف الذي هو فرع الإيمان لم يقتحم الله على أحد حركته ليكلفه وإنما كلف من آمن به فلم يأتي ليقول يا أيها الناس فعلوا كذلك قال يا أيها الناس اتجهوا إلى الله آمنوا به فحين يخاطب الناس يطلب منهم أن يؤمنوا وحين يخاطب المؤمنين يطلب منهم أن يعملوا على مقتضى الإيمان إذن فالتكليفات حيسيتها يا أيها الذين آمنوا استعينوا معنى الاستعانة أن أمرا في حركة حياتك فاق عن طاقتك وقدرتك وإلا لو أن كل أمر دخل في مقدورك لما طلبت معونة متى تطلب المعونة؟ عند عدم القدرة يبقى لابد أن يوجد لك فعل يستوعب قدرتك فإذا ما جاء فعل يفوق على قدرتك ماذا تصنع؟ استعين بالقادر استعين بالقادر الذي لا ينفذ قوته إذن فهذه الآية لا تيئس إنسانا من حركة في الحياة لا تيئس إنسانا من حركة في الحياة وأن يقبل على الأشياء مستعينا بمن خلق الأشياء ولا تستعين إلا إذا كنت به مؤمنا فلا تكون مؤمنا به وتستعين يبقى استعين بالصبر كلمة استعين دلت على أن هناك أحداث ستأتي لتجهد الطاقة البشرية وكلمة بالصبر يدل على أن هذه الأشياء فيها إلام وفيها إيه؟ فيها مشقة كأنه يعد النفس المؤمنة لعملية جهادية كبيرة ستستنفذ طاقة الإنسان وتتطلب المشقة فيها أن يصبر الإنسان على ما يلاقه فهو لا يمنينا بطريق مفروش بالورود إن لكم مهمة مهمتكم في الحياة أنكم أصحاب مبدأ حق ومبادئ الحق لا تأتي إلا حين استشر الباطل والباطل حين يرى دنيا الباطل تزلزل من تحت قدمه يحاول جاهدا أن يصد جنود الحق فستواجهون عنفا وتواجهون شراسة وتواجهون مكرا وتواجهون كيدا إياكم أن تخوروا لأن لكم مهمة هذه المهمة هي إعادة الخلافة للمؤمن في الأرض وكل الذين حاولوا أن يخرجوا عن ملك الله بمعصيته ستحاربونهم ولن يسلموا لكم الراية يسيرا بل سيتكالبون فكونوا أنتم أشد منهم قوة واستعينوا بالصبر الحق سبحانه وتعالى استعينوا بالصبر والصلاة أما أما الصبر فهو أن تتحمل لونين من المشقة اللون الأول أن الطاعة صعبة على النفس فاستحمل صبرك عليه وتتطلب أيضا كث عن شهوة تلح نفسك عليها فهذه أيضا تتطلب صبرا يبقى إذن تتطلب صبرا في حالة إيجاب الطاعة وتتطلب صبرا في حالة سلب المعاصي فأنت في الأمرين مطلوب منك عمل ترى أنه إيه شق ومنهي عن عمل ترى أنه حل يبقى أنت تريد كم صبر صبرين اثنين صبر على مشقة الطاعة لتفعلها وصبر على ترك المعصية لتتجنب عنها ولذلك تجد أن الرسول عليه الصلاة يقول حفت الجنة بالمكارب وحفت النار بالشهوات حفت الجنة بالمكارب وحفت النار بالشهوات يبقى أنت تريد إيه صبر على المكارب بتاعة الطاعة وصبر على إيه صبر على الشهوات أنت حتفوتها بالإيه بسلب المعصية استعينوا بالصبر والصلاة الصلاة كلنا أنها هي الركم الإسلامي الذي يديم للإنسان إعلان الولاء لخالقه إعلان الولاء لخالقه وكل الإنسان المخلوق لله ساعة يجيء كل يوم خمس مرات في حضرة الله كما تذهب أنت بأي آلة من الآلات لمهندسها كل يوم خمس مرات ماذا يكون الموقف آلة تعرض على من صممها كل يوم خمس مرات أيوجد فيها عطب لا يوجد فيها عطب وأنت صنعة الله المهندس مادية خلاص والآلة مادية فيأتي ليعمل عمل مادية سلكي أي حاجة لكن الله غيب وملكاتك غيب إذن عمل الهندس في تكوينك سيبقى غيب ما تقولش هو عمل فيه إيه ليه لأنه إيه لأنه غيب استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين المعيات هنا معيات إيه معيات تأييد معيات نصرة معيات معونة وكل إن أحداث الحياة والمصائب من الأحياء لا يمكن أن تتسلط على النفس إلا إذا انعزلت النفس عن مصدر قوتها الله الله سيء لكن إذا ما زلت النفس مع مصدر قوتها فلن تتسلط الحياة ولا رجال الحياة على النفس الإنساني وضربنا مسل يذكره جيدا أن الوليد الصغير يؤذيه رفاقه من الصبيان فإذا ما كان مع أبيه لا يجترئ أحد أن يؤذيه إذن فما دام الأنسان في حضانة ربي لا يجرؤ حدث عليه أبدا إنما الأحداث تجرؤ عليك إن انعزلت عن حضانة ربي بقت قوة حدثة لقوة حدثة إنما قوة حدثة لقوة حادثة في حضن قوة قديمة لا تأثى أبدا إذن فلا يمكن أن يتغلب خصم الإيمان على المؤمنين إلا إذا انعزل المؤمنون عن معية الله فإن أرادوا أن يستديموا نصرا فليظلوا دائما في معية الله إن الله مع الصابرين هنا الحق سبحانه وتعالى في سابق ما قلنا أمر المؤمنين أن يلتزموا بالصلاة وبالزكاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقلنا إن ذلك كان أمر لا بد أن يتجدد حين وجد المؤمنون في دار إيمان جاءوا على اليهود وكانوا أصحاب العلم وأصحاب الاقتصاد فقال استعينوا بالصلاة لتستمر لكم القيم التي هجرها اليهود وبالزكاة وقلنا الزكاة معناها أنه يوجد حركة اتسعت لحاجتك ولحاجة من تعول وزادت فبذلك لا تحتاجون إلى اقتصاده حركتكم في الحياة لتؤد الزكاة مدام عايد تريد أن تؤديها زكاة مدام عايد تريد أن تؤدي زكاة يبقى حركتك تسع حاجتك وحاجة من تعول وتزيد أو لا تزيد تزيد يبقى إذن أراد أن يسلحهم بالأمرين ولكن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن أحداث الإيمان وخصوم الإيمان ستتطلب من المسلمين مشقة عنيبة قد تهددهم في زواتهم وتهددهم في نفوسهم وتهددهم في مالهم وتهددهم في سمراتهم وتهددهم في أموالهم فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطي المؤمنين في هذه البيئة مناعة ضد كل هذه الأشياء فجاء بالصبر وجاء بالصلاة وبعد ذلك قال ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات أشد شيء أن يقتل الإنسان كونك مثلا تصب بخوف يصح كونك تصب في المال يصح كونك تصب في الأولاد يصح في السمرات يصح إنما أهم حاجة نفس النفس فجاء بقمة ما يهددهم ولا تقول لمن يقتل فكأنه يريد أن يصعد الجهاد في نفس الإنسان ليعد نفسه إعدادا إلى أنه يفقد هذه الحياة أعيز أكتر من كده إيه وبعد ذلك أراد أن يمنع من النفس البشرية ما يمكن أن تفهمه من إذاك روح المجاهد في سبيل الله بأن الناس يقول عنه ميت فأراد أن يعطيه لونا جديدا من الحياة ولذلك قال لا تقول عنه أنهم أموات ليه لأنهم أحياء ما مظهر الحياة مظهر الحياة في الحي ماذا؟ الحركة الحركة اللي بتعمل إيه؟ جدوى الذي قتل في سبيل الله ما حركته؟ أولا له كذا حركة الحركة الأولى أنه أمام خصوم دينه أفهمه أنه لو لم يكن متيقنا أنه بالموت سيذهب إلى حياة أسعد ما أقبل عليه ولو لم يكن ما يقبل عليه بالموت هذا خير مما هو فيه ما كان شتاب الحياة إذن فكأن إيمانه عن يقين فيما يمس خاصية نفسه وهو الحياة هذا العمل الأول في مين؟ ده بالنسبة للايه؟ لغير المؤمنين وبالنسبة للمؤمنين سيحمي لهم منهج الله ليصل إليهم إلى أن تقوم الساعة فكلما جاءت حركة إيمانية بخير للوجود فكأنه فاعل له ومدام هو فاعل له الحياة موجودة ولا لا؟ مدامة الحياة هي الحركة ده عظمة الحياة مش أن أتحرك أنا ده عظمة الحياة أن أجعل من بعدي يتحرك الله الله عظمة الحياة أن أجعل ما بعدي يتحرك ولذلك الناس الذين تعطيهم الظروف سيطرة في الوجود ساعة تعطيهم سيطرة في الوجود يحبون أن تكون الحركة لهم فإذا ما قدر الله أن يزولوا من الحياة لم يوجد واحد منهم يتحرك حركتهم ده الخطر بقى يبقى من الخير إنك أنت تفسح لغيرك ليتحرك حتى إذا ما انتهيت أنت خلفت متحركة إنما أنت اللي تتحرك وتمنع غيرك أن يتحرك إذا ما انتهيت أنت انقطعت الحركة يبقى خير الناس من يتحرك وخير منه من يجعل سواه بعده يتحرك الله يتحرك ولذلك فجل المجتمعات العليا مجتمعات الكبيرة من أن هذا واحد لا يريد أن يفعل واحد معه شيء يقول أنا وحدي يقول أنا إيه ما الذي يحطرأ في المجتمع ساعته يقول أنا وحدي كل الناس يقول وانا مالي يبقى ماذا إيه اللي اكتسبناه من وراء اكتسبنا عبقرية واحدة ولو كانت عبقرية مضاعفة إنما فقدنا عبقريات متعددة فلو أن كل واحد سواه بربع عبقرية لكان كل أربع معاصر له يدوا عبقرية زي عبقرية عن دينامية يبقى كم عبقرية خمسة وعشرين عبقرية إذن ساعة ترى في مجتمع أنا وحدي فافهم أن الطبيعية أن تقول وانا مالي إذن لا تنشأ الإنمالية اللي هي وانا مالي دي إلا إذا نشأت الإنحادية وهي أنا وحدي أنا وحدي المؤمن حين يستشهد يبقي أسره في الوجود ويظل أسره وتظل حركته موجودة وما دامت الحياة مظهرها الحركة النافعة فكل حركة من متحرك بعده يبقى نافعة له خذ الحياة بهذا المعنى خذ الحياة بهذا المعنى أو خذ الحياة بأنهم كانوا يقولون لا يعرفون إلا الدنيا فمن يقتل فيها يبقى أنتها تحل حاجة نقولوا لا أنتم أصلكم أنتم مش مؤمنين بأن في حياة تانية فلا في حياة إيه ما معتوش لا تقولوا أموات لأنهم عايحيوا إيه حياة تانية وحياة لا تهددوا بالموت وحياة لا تهددوا ليه لأن الموت الذي يذهب حياة الأحياء سيكون آخر ميت الموت نفسه يموت وحين يموت الموت فلا تهدد حياة بعد ذلك بموت أبدا حلص انتهت المسألة يبقى هي دي الحياة ولا لا أو أن حياتهم حياة ذكر حياة إيه ذكره زي ما قلنا والذكر للإنسان إيه عمر إيه دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وإيه فاجعل لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان إيه عمر ثاني وقلنا والناس صنفان موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء تعبى المواهب فالأحياء بينهم لا يستوون ولا الأموات أكفه ويأتي أيضا لون من الحياة لأنك إن رأيت خيرا عن ميت فكأن حياته وصلت ولذلك يقولون خير الصنائع للفتى ما قدمت يده ليعلم أنه موجود سبحانه يقال إن كم مرة في الحياة واحد اسمه كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا تلك هي الحياة كما أراد الناس أن يسهلوها التي للشهداء لكن ما هي الحياة طب وكيف يقول أحياء عند ربهم يرزكون وكيف يقول الله بعد ذلك أموات أحياء ولكن لا تشعرون إن كان الكلام اللي إحنا بنقوله ده هي الحياة والحركة النفعة وحتدوم والذكر ومش عارف وبقاء طب ما إحنا عرفناها ولا ما عرفناها إنما ده هو حكى مننا ما نشعرش به تبقى لازم حياة تانية أعلى من كده لأن مدام قال ولكن لا تشعرون يبقى إن كنا عرفنا الكلام اللي نقول وده كله يبقى ما ده علم ولا ما علمش لكن ده ربنا قال عليهم إنهم أحياء حياة إنتوا مش دارين به إن كانت هي دي نبقى دارين به تبقى لازم هي الحياة 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 وبعد ذلك نيجي نقول له الذي قدم نفسه للموت سلب نفسه الحياة في أعراف الناس ولكنه أخذ الحياة من عرف الله 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 أنت تخدهم على أنهم أحياء ولكن إياك أن تبحث عن كيفية الحياة فيهم إحنا قلنا كيفية الحياة بقى الكيفيات ما يسألش عنها أثمين في الغيبيات ليه يقول لك أنا أفتح القبر فأجد الشهيدة ممددا يقول له طب هو أنت ما دمت قد رأيته يبقى انتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة موجود وعالم الشهادة هو الذي يحكم فيه وهل قال عندكم أحياء ولا عندي أنا يبقى طالما هي غيب فهو حيب طالما هو غيب فهو حيب لكن أنت تكشفه وشبه وكذا ما بقاش عنده بقى عندك أنت وهو قال هم أحياء عندكم ولا أحياء عنده أحياء عنده والناس في مذهبياتهم في هذه الحياة يقول لك زي يعني أقول له كلمة إزاي دي أنت تريد أن تذهب إلى الكيف وإحنا قلنا إن المسائل الغيبية يسأل فيها عن لمة ولا يسأل عن كيف والمسائل المادية يسأل فيها عن كيف ولا يسأل عن لمة فإن أردت أنك تتعرف كيفية الحياة ولكن الحق سبحانه وتعالى يعطينا مثلا يقرب مثلا يقرب المسأل الذي يقرب أننا إذا أردنا أن نمنع عن إنسان ألما من عمليات جراحية ماذا نصنع له نعطيه المراكد اللي يقولوا عليه البنت ليه عشان يعمله يوميته ولا يفقده الوعي يوفقده الوعي إذا الحين يفقده الوعي الحسي الموجودة الإنسان ما يشعرش الله إذن المادة ليس هي اللي بتشعر بالألم المادة مش هي اللي بتشعر بالألم لأن المادة لا تزال موجودة ولا زال نبضه ولا زال دمه ولا زال كل حاجة فيه إنما النفس الوعية النفس بدلين إن درسك يوجعك أو أي حاجة توجعك فإذا ما نمت انقطع الألم الله كأن الألم هوش ماء يعني مسألة عضوية ده الألم ده أمر إيه نحس بالوعي آه يبقى إذا لما ربنا يدينا يقول لنا فيه حياة نقوله ده احنا بنصنع لون من الحياة في الأحياء بنصنع لون من الحياة يخليك تهي ولا يحس بأي حاجة ولا تزاله أنت موجود ولا لأ وليه نبعد ونقول بينجي وما بينجي نشوف النوم النوم هذا ظاهرة ضرورية للكائن الحاجة ضرورية وقلنا سببه عشان تخلص تعمل معادلات وتخلص الإنسان مفضلات ليست لها منافذ عشان تخلق ثم تعمل تعادل وبعد انت اصحى وتستيقل إذن النوم للحي الحي له حالتين اتنين حالة يقزة وحالة نوم إنما لا يزال فيه روحه حي ولا لأ حي هل قانونه في حالة اليقظته وقانونه في حالة النوم لا إزاي أم قال لك يرى إنسان لابس أبيض ولابس أخضر ولابس أحمر ويشوفه شكدة الله طب أي شيء أدركه وعينه مغمضة ولا ضوء ولا أي شيء الله إذن ففيه إدراك بغير العين فيه إدراك وبعد ذلك تلتز إن أكلت حلوا وتتألم إن أكلت مرا وما فيش حاجة فيه شبقك إذن فهناك حواس بتعمل عملها فيك وأنت نايم غير الإيه حواس هذا كلام طيب ثم بعد ذلك نحن نعلم أن الزمن ظرف الأحداث وكل حدث يأخذ من الزمن على قدر امتداده ولا لا وقالوا إنهم لما عملوا إشعاعات على المخ النائم وجدوا إن أي مخ لا يستطيع أن يعمل أكثر من سباح سواء وفيه يشوف رؤى تقعد حكايا تنساها الله يبقى الزمن تلغى ولا ما تلغاش الزمن تلغى طيب تنام مع زميل لك على سرير واحد يمكن السرير مت وتتغطب بطنية واحدة يمكن في الصفر وتدخلين في الشتام وتدخلين في بعض وبعد ذلك يرى هو أنه بين أحبابه ويعيشون في مرح وسرور وابتسام وأكل ومش حرفين ويأنسوا وعدتاني شاف أن جماعة أعداء مسكوا أعدوا اضربوه لما فتصوه ولا هذا يشعر بهذا ولا هذا يشعر بهذا الله يبقى قانون تاني ولا لا إذن فقد وجد للنائم حياة تناسب النوت كذلك يوجد الله للشهيد حياة تناسب الموت حياة تناسب الموت بدليل أنه قال يرزقون والرزق فرق الحركة والرزق فرق يبقى إذن خذ الحياة كما قلنا سابقا وهذا كافي كويس أوي وخذ الحياة كما أرادها الله لأنه قال أحياء عند ربهم لا عندكم مدام أحياء عند ربهم يبقى هم عندكم ميتين ولا لا فإن روح تتمبش على قبورهم حتلاقيهم إيه لأن عندك لا أدريهم يطلع عند ربهم غيب يبقى غيب غيب يبقى غيب وما دام قد أبرزته إلى عالم المشهد يبقى اللي يحكم فيه قانون إيه قانون المشهد ما تقولش داني بشوفهم كده لأنه ما قالش هو أم أحياء عندك هم قال أحياء عند مين عند ربهم يرزقون يوجد لهم أجساما برضو توجد فيهم حتما يسيب لك الجسم اللي سابه ده الجسم اللي سابه ده يسيبه ويعمل له إيه جسم قال لك فيه حواصل طيور خضر تصرحه في الجنة ربنا يدي لهم الشكل اللي مش أقل ما دام عندي ربهم إياك أن تقول عندي ما دام قال عندي ربهم تبقى تاخد الحياة على إنها عند مين الحمد لله وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ليعطينا أن هذه المسائل التي تقرب لنا مسألة البعث ومسألة القيامة ومسألة البتعب مسألة النوم يقول إيه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنكم لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون دانا تقريب ولا لأ وقال لنا القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها طب بالله خد المدة على أنه الموت والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت إذن موتها مش الموت هو ذكها الموتها يعني غيبها عن حس الوجود مش كده ولا لا بدليل فيمسك التي قضى عليها الموت الحقيقي ما ويرسل الأخرى إلى أجل إيه إلى أجل مسمى فإذن يجب أن نفهم أن الشهداء الذين جادوا بحياتهم يقول الله أنتم جدتم بالحياة في سبيلي أنا أنا سأعطيكم حياة تانية مش الحياة اللي حتنتظرنا كمان وإلا يبقى زي قد بعضها يبقى زي المؤمن اللي يموت يبقى لازم متميز بالحياة ولا لا فربنا جاب لنا كلمة عند ربهم حتى نفرق بين حياة عند الله وحياة يريد أن يراها الناس نقول له لا إذا ذهبت ونقبت عن أشلاء الشهداء فستجد أشلاء الشهداء أشلاء لأنها بقت عندك أنت وهو قال عندي إيه؟ عندي أنا الذي جعلنا نفهم أنها حياة عند الله حياة إنه قاله ولكن لا تشعرون ما تعرفوش أن تكون هي هذه الحياة لكن لا لوكات الحياة اللي احنا قلنا عليها دي حياة الزكر وحياة الحركة وحياة اللي مش عارف فيه نبقى في مناء ولا ما في مناج ولذلك احنا قلنا زمان فيه فرق عندما تسمعوا قول الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده يجي بعض العلماء نظرا لأنهم مش يعني ذهنهم مش متسع إلى أن الجماد يسبح والنبات يسبح والحيوان يسبح أنهم تم يسمعوا مش سبحان الله منهم ديا يقول لك تسبح الدلالة تسبح ايه؟ يعني لما تشوف أي حاجة كده تقول تقول سبحانها وتسبح الدلالة نقول في مهمتيها ولكنه قال ولكن لا تفقهون تسبحها تبقى ولا تقول فهمتها ولا غير مدام ولكن لا تفقهون تسبيحهم يبقى مش التسبيح اللي انت فهمته دي يبقى معناها انها تسبح بلغة عندها انت لا تفهم هذه اللغة بدليل ان انكليزي لو سبح الله مش هتعرف هو قال ايه فرنسي سبح الله فهمته وقال ايه يبقى كله ليس تسبيح الدلالة لانه لو كان تسبيح دلالة نقول له انك قد فقهته وهو قد حكم بانك لا تفقه حكم كذلك هنا اللي يقول لا ده حياة الزكر وحياة المشعر وحياة العمل المشعر نقول له يا اخي ربنا قال ولكن لا تشعرون بحياتهم وانت الان قد شعر طيب ايذن هي حياة تانية الذي جعلها تقف في ذينك انك تريد ان تجعل قانون الحياة عنده هي قانون الحياة عندك ولكن قانون كل شيء يختلف بنظرة المقنن قانون عندك ما تقولش زي قانون عند ربنا احياء عند مين عند ربهم وإلا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الواحد اتمنى انه اذا مات شهيدا ان نعود الى الحياة اللي معروفة للي ثم يقتل ويعود ثم يقتل ويعود ثم يعود ويقتل نظرا لما يرى من كرامة الايه من كرامة الشهادة يبقى اذا انكرمت الشهادة دي امر متقدم امر متقدم عن نعيم الايه عن نعيم الاخيرة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله شوف كلمة لمن يقتل في سبيل الله كثير بيقتلهم في ظواهر معارك نقولوا لا ولذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حميا يقاتل عشان وطنه يقاتل عشان اسمه من معركة يقاتل مش عارف ايه نقول له لا من قاتل لتكون كلمة الله هي العمي وديا امنتها عند المقاتل نفسه امنتها عند المقاتل نفسه نعم وبعد ذلك حينما جاء بقمة الابتلاء وهو فقد الحياة اراد ان يعطي المؤمنين مناعة فيما دون الحياة لانه وترقى جاب اهم حاجة مش القتل هذا القتل وبعدين اللي ما قتلش لا تظنوا ان لمن لم يقتل هيخلوا من الابتلاء حياخد ابتلاءات كتير ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والسمرات الذي يتغلب على كل ذلك وبشر الصابرين وبشر الصابر اللي يتغلب على كل ده الصابر لنبلو انكم كأنه بعد ان ذكر التكليف ومشقاته في انك انت يطلب منك فعلي يشك عليك ويطلب منك ان تترك شيء انت تحبه دي ابتلاءات التكليف الابتلاءات دائرة في نطاق بقاء التكليف الخوف يكون من مين الخوف وتعريف الخوف هو انزعاج النفس ومعنى انزعاج النفس عن عدم اطمئنانه النفس دي لها ملكات متعددة الملكات مش منسجمة مع بعضه طلقة انزعاج مضطربة من ايه من توقع ضار ادي الخوف يبقى الخوف ايه انزعاج النفس من توقع شيء ايه من توقع شيء ضار نقول له اه الخوف ده خور لا ضرورة له ليه قالك ان كنت تريد ان تؤمن نفسك من مخوف فاجهد اسبابك لتعوق هذا المخوف فاذا انزعجت نفسك تبقى لن تواجه الامر بكل ملكاتك حتواجه ببعض ايه الملكات الخائرة الملكات الايه المضطربة انخفت شيئا فدأ انت احواج ما تكون ساعة الخوف الى ان تستقر ملكات نفسك حتى تستطيع ان تعد لنفسك ما يؤمنك من هذا فان انزعجت منه يبقى عمت مصادر الخوف على نفسك لانك انت لن تواجه الامر بجمع ايه بجمع قواك ولا بجمع ايه تفكيرك يبقى اذا الذي يخاف من الخوف يعني يجعل الخوف ده نقول له انت معين لمصدر الخوف أعنت على نفسك مصدر الايه الخوف أخوفك وانزعاجك يمنع المخوف لا انشغل بما يمنع المخوف انشغل بما يمنع المخوف ودع المخوف الى ان يقع فلا تعش في فزعه قبل ان يأتيك ليه لان آفت الناس انهم يعيشون في المصائب قبل وقوعها آفت الناس ان يعيشوا في المصائب فيطيلون على انفسهم امد المصائب المصيبة لسه هتجي بعد شهر وهو اخذها من دلوقات يبقى طول عمر المصيبة ولا لا لكنه لو تركها الى ان تقع يبقى قصر مسافتها ام لم يقصر يبقى اذا حمق ولا مش حمق حمق ايضا ان الحق سبحانه وتعالى ساعة تأتي المصيبة ينزل مع المصيبة اللطف معها فكأنك ان عشت في المصيبة قبل ان تقع عشت في المصيبة وحدها معزولة عن اللطف لكن لو زللت الى ان تقع هتقع بايه باللطف يبقى انت ما تعيش نفسك في المصيبة بدون اللطف في المصيبة بدون اللطف هذا الخوف طب والجوع الخوف من ايه بقى نشوف ايه انزعاج النفسي ده من ضرر المتوقع لان خصوم الدعوة يكيدون لك ويبيتون ويجمعون كل قواهم وإلى اخرهم يبقى هذا هو الابتلاء وإحنا قلنا مجرد الابتلاء مش شر إنما الشر نسقط في الابتلاء لأن الابتلاء اختبار محدش قال ان الامتحانات شر إنما تبقى شر على ميه على اللي يسقط إنما اللي نجح وطلع الاول وخد جايزة مش نجح ولا لا يبقى لنبلونكم أي سنصنع لكم امتحانا هذا الامتحان يصفي البطولة للعقيدة الجديدة وإن شاء الله إلى لقاء آخر نستكمل بقية حديثنا إن شاء الله الموافق